السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحن على موعد مع ثلاثة أقمار عملاقة متتالية وخصوف جزئي سيشهدوا المنطقة العربية بداية هو كلهم حيكونوا في يوم 18 سبتمبر أيلول عام 2024 تعد ظهرة القمر العملاق من أكثر الظواهر الفلكية جذبا حيث يظهر القمر أكبر وألمع من المعتاد عندما يتزامن طور البدر مع أقرب نقطة للقمر من الأرض اللي تسمى نقطة الحديد وفي عام 2024 سيشهد العالم العربي ثلاثة أقمار عملاقة الأول في 18 سبتمبر أيلول والثاني في 17 أكتوبر تشرين الأول والثالث في 15 نوفمبر تشرين الثاني ويمكنك الاستمتاع بمراقبة القمر بعد غروب الشمس وطوال الليل خلال هذه الأيام أما خصوف القمر ففي فجر يوم 18 سبتمبر لعام 2024 ستشهد الدول العربية خصوفا جزئيا للقمر يبدأ الساعة الخامسة واثنى عشر دقيقة صباحا بتوقيت مكة المكرمة حيث يتآكل الجانب المضاء من القمر حيث يصل إلى أقصى في الساعة الخامسة واربعة واربعين صباحا يعني ستة إلى ربع السادسة إلى ربع بتوقيت مكة المكرمة بإذن الله تعالى سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لا تنسوا صلاة خصوف الخصوف مثل صلاة الكصوف خصوف القمر وكصوف الشمس هما آياتين من آيات الله سبحان الله كوكب زحل مع القمر في سبعتاشر من سبتمبر أيلول عام عشرين أربع وعشرين وسيكون القمر بجوار كوكب المريف في مساء عشرين نوفمبر تشرين الثاني لعام عشرين أربع وعشرين ميلادية تعب مراقبة هذه الظاهر الفلكية المدهشة واحتفظ بأوقات حدوثها لتستفيد منها إلى أقصى حد سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربي وربك الله سبحان الله صلاة الخصوف أو الكصوف عبارة عن ركعتين في كل ركعة قيامان وقراءتين ورقوعان وسويدان وفي الآخر تشهد وتسلم وقت صلاة الكصوف أو الخصوف يبدأ من أول خصوف القمر أو كصوف الشمس الذي تراه مع عينيك في منطقة إقامتك وينتهي مع انتهاء الكصوف أو الخصوف الذي تراه مع عينيك في منطقة إقامتك يجوز أن تقرأ من المصحف إن لم تكن حافظا لمن لا يستطيع الإطالة لظروف وقته أو صحته يجوز له القراءة بأي سور ولو كانت سورا قصيرة يجوز صلاتها منفردا في البيت ولو صليتها إماما بأهل بيتك لكان خيرا يسن بعدها أن يذكر الإمام المصنين بتذكرة خفيفة يبين لهم أن الكصوف والخصوف آياتان من آيات الله ويحذرهم من أليم عقب رب العالمين ويحذرهم من الفواحش والزنا يشرع لمن انتهى من صلاة الكصوف أو الخصوف أن ينشغل بالذكر والدعاء والاستغفار والتصدق حتى ينجلي الكصوف أو الخصوف وينتهي كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم كثرة الكصوف والخصوف رسالة من الرب العبادي لعلهم يفيقوا وتداركوا أمورهم قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله الكصوف انذار من الله العقوبة انعقدت أسبابها وليس هو عذابا لكنه انذار كما قال صلى الله عليه وسلم يخوف الله بهما عباده ولم يقل يعقب الله بهما عباده بل هو تخويف ولا ندري ما وراء هذا التخويف قد تكون هناك عقوبات عجلة أو آجلة في الأنفس أو الأموال أو الأولاد أو الأهل عقوبات عامة أو خاصة ما ندري ولهذا قال صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى ذكر الله اللهم صلوا وصنوا وبرك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ما قال قوموا وما قال صلوا اذكروا الله ولكن قال افزعوا افزعوا إلى ذكر الله واستغفاره وكبروا وتصدقوا وصلوا واعتقوا كل هذه أشياء تدل على عظم هذا الكسوف أو الخسوف والكسوف أو الخسوف لهما سببين السبب الأول التخويف تخويف العباد إذا كثرت الزنوب ورانة المعاصي على القلوب نسأل الله العافية السبب الثاني وهو ما يذكر الناس من أن سبب الكسوف حيلولة القمر بين الشمس والأرض وسبب الخسوف حيلولة الأرض بين الشمس والقمر ولا يمتنع أن يجعل الله عز وجل أسباب طبيعية لتخويف العباد سبحان الله يا رب رحمنا يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته